بمشاركة مصر تواصل اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقية على مستوى وزراء الخارجية بأديسا بابا أصيلة وفيات زلزال تركية وسورية تناهز 42 ألف شخص واستمرار وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتدررة روسيا تفقد نصف دباباتها الحديثة منذ بدء حربها مع أوكرانيا وكيف تستعد لاستقبال أسلحة جديدة من الغرب العشرة بتوقيت جرينتش 12 ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من دي ام سي أهلا بحضرتكم بمشاركة مصر تتواصل لليوم الثاني أعمال الدورة الثانية والاربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في العاصمة الاسيوبية أديسا بابا على مستوى وزراء الكاريجية والذي تسبق أعماله إنعقاد قمة الاتحاد الافريقي يترأس وزير الكاريجية سامح شكري وفض مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي تناقش القضايا المهمة على الساحة الافريقية ومن أهمها تسريع مصاري تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية الافريقية والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القرية وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات التنفيذية للاتحاد الافريقي التقى وزير الكاريجية سامح شكري مبعوثة سكرتير العام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الافريقي وقالت وزارة الكاريجية ان الاجتماع شهد تبادل الرؤى حول حالة السلم والأمن في القرن الافريقية ودور مصر الداعم للاستقرار في القارة الافريقية في هذه المرحلة التي تواجه فيها القارة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية صلط مركز معلومات مجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش والذي أوضح أن قطاع الزراع في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفد تقرير الوكالة أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6 ملايين و300 ألف طن العام الماضي محققة رقما قياسيا جديدا مشيرا إلى أن مصر افتدحت 19 سوقا جديد لمنتجاتها الزراعية وأكد التقرير على وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة في مصر على رأسها مشروعات استصلاح الأراضي عدى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المسارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر وحزمة الحماية الاجتماعية التي تطبقها الدولة لمواجهة الموجة التضخمية التي يشهدها العالم وتخفيف حدة تأثيرها على المواطنين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتكثيف حزم الحماية الاجتماعية لمواجهة الموجة التضخمية التي يشهدها العالم تمنت الحكومة العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صلت الضوء في أحدث تقاريره على إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة مؤخرا مشيرا إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ورصد المركز أكثر من 60 إجراء اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية موزعة على ستة محاور رئيسية كان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر الماضي بتكلفة وصلت إلى 67 مليار جنيه سنويا فضلا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري والبالغة 356 مليار جنيه أبرز إجراءات الحكومة الاجتماعية تمثلت في التعجيل بزيادات الأجور والمرتبات والمعاشات وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار حيث تم في هذا الإطار زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقتها ليصبح الأول من إبريل 2022 بدلا من يوليو 2022 وبلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي نحو 8 مليارات جنيه إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه علاوة على صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريا وتضمنت الإجراءات كذلك إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في أكتوبر الماضي بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات تغطي أكثر من 10.5 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار جنيه وامتدت إجراءات الحماية الاجتماعية إلى رفع حد الإعفاء الضربي للمواطن بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضربي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف في السنة بنسبة زيادة 25% وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه سيكون معفيا من الضرائب بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه إلى جانب زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12% لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي وللمتابع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة نكتور بعد التحية أهمية حزم الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تطبقها الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم مساء الخيش في بداية تحية الحرك والسادة المشاهدين بالتأكيد الحكومة مضيكت تماما أنه فيه تحديات بتواجه الاقتصاد المصري وبتواجه المواطن وهذه التحديات الجزء الأقبل منها بيأتي من الخارج بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية اللي هي كافة دول العالم بيعانوا منها ويحسب الحكومة المصرية وهي تتخذ إجراءات إصلاحية ما يتعلق بقى بالتغارات اللي بتاع الإصلاحية كان فيه إدارة السياسة النقدية أو السياسة الاقتصادية بشكل عام إنها الحياة عينها على المواطن عينها على البعض الاجتماحي وعشان كده الحياة الحكومة اللي هي تتواجهنا فيه بالتواجه مع ما تتخذ من قاعدات في إطار الإصلاح الاقتصادية أيضا بيتزامن مع ما يتتخذ من قاعدات في إطار البعض الاجتماحي ويمكن الحياة الحكومة المصرية لها تجارب عدة في هذا الأمر يمكن منذ أن بدأنا فيه بين دامج الإصلاح الاقتصادية فيه 2016 بالتأكيد الحكومة المضيكت تماما أنه القاعدات الإصلاحية بيكون لها كلفة بيتحملها المواطن ونحن الحياة شايفين معدلات التضخم اللي اتفقت بشدة خلال العشهر الماضية ومازال بالتأكيد المواطن بيعاني منها وعشان كده الحياة الحكومة في هذا الاطقال بيتتتخذ بعض من الجوانب اللي تناكس ايجابيا او تخفف من قدر حجم المعاناة اللي بيواجهها المواطن العادي. واخدم في الاعتبارات انه الدولة والحكومة مدركة تماما اهمية الشرائح الاجتماعية المختلفة وعادة بيميل الاتجاه للمصندة الاكبر للفئات الاقل دخلا وبنستهدف الفئات الاقل داخل. يعني هو الاستهداف فيما يتخذ من قرارات في اطار البعد الاجتماعي انه زاوي الدخول المحدودة انه نعينهم على تحمل التبعات وتكاليف المعيشة الموتفحة نعم. شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم وسازق التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء متدولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المصري في الادارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرية واكدت الهيئة القومية للبريد على انه لم يطرأ اي تغيير في قيمة رسوم الادارية التي يتم تحصلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرية موضحة انها اقل رسوم ادارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الادارية بشكل متفاوت بناء على قيمة رصيد المتوافر بدفتر التوفير اعلنت وزارة الصحة وسكان تقديم كدمات الفحص السماعي لأربعة ملايين واربعمائة واثنين وعشرين الف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الاطفال حديثي الولادة منذ انطلاقها في سبتمبر الفين وتسعة عشر واشرت وزارة الصحة الى زيادة اعداد مستشفيات ومراكز الاحالة السماعية لأربعة وثلاثين بدلا من ثلاثين مركزا بجميع محافظات الجمهورية وتزويدها باحدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات مبادرة السماع لافتة الى تحويل مائتين وتسعة واربعين الف طفل لاعادة الفحص من خلال اجراء اختبار تأكيدية ومشاهدين الكرام نتواصل مع حضرتكم لتقديم نشرة الاخبار بعد الفاصل اهلا بحضرتكم من جديد كشفت وزارة الصحة والسكان عن اصدار ستة ملايين قرار طبي الكترونيا من خلال اللجان المتخصصة والمنشآت الطبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي خلال العام الماضي في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمية وقالت وزارة الصحة انها انتهت من ميكنة مائة بالمائة من المراكز المتخصصة باصدار القرارات الطبية من مراكز الهيئة العامة للتأمين الصحي والاماكن المتعقد معها مشيرة الى تنفيذ مليوني عملية حجز الالكترونية بثمانين عيادة كمرحلة اولى من مشروع الحجز الالكترونية اكد وزير الموارد المائية والرئي دكتور هاني سويلم ان الوزارة تنفذ العديد من المشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية وقال وزير الرئي ان مشروع قناة الرديروت الجديدة يعد من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة موضحا ان المشروع يهدف الى تحسين الري في زمام مليون وستين الف فدان في محافظات السيوت والمينيا وبني سويف والفيوم والجيزة بهدف توفير منظومة متطورة للتحكم في تسرفات الترع توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة المناطق بالجمهورية مشيرة الى وصولها الى صفرة في بعض مناطق سيناء وسانت كاترين وقالت الهيئة ان درجات الحرارة العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى تكون بين 16 الى 17 درجة مئوية على ان تشهد محافظات الوجه البحري امطارا تكون خفيفة الى متوسطة على اغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط محذرة المواطنين من تخفيف الملابس اعلنت ادارة الكوارث التركية ارتفع حصيلة قتل الزلزال المدمر الى 36 187 شخصا حتى الان فيما اصيب اكثر من 108 الاف وقالت ادارة ان فرق الانقاذ التركية اجلت 216 الف شخص من المناطق المتضررة وفي سوريا اشارت تقارير اعلامية الى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 5650 شخصا حتى الان بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاذ هذا اعلنت ادارة الكوارث والطوارئ التركية ان القشرة الارضية تحركت بمقدار 7 امتار و 30 سنتيمتر بفعل الزلزال زلزال كهرامان مرعش وقالت الهيئة التركية ان قشرة الارض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين اثناء الزلزالين موضحة ان الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد اكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم وبلغ العدد الاجمالي للهزات الارتدادية حتى الان 4300 هزة اكد المتحدث باسم الامم المتحدة استفان دوجاراك ان الامم المتحدة وشركاء الدوليين يواصلون تقديم المزيد من المساعدات الانسانية الى سوريا مشيرا الى ان برنامج الاغذية العالمية يخطط لارسال 40 شاحنة اخرى خلال اليومين المقبلين تتواصل قوافل الاغذة الانسانية عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا فيما بدأت انقارا ودمشق اعمليات رفع الانقاض ومعها ترتفع حصيلة ضحايا الزلزال استمرار تدفق المساعدات الدولية يأتي عقب قرار الرئاسة السورية بفتح معبري باب السلام والراعي من تركيا الى شمال غرب سوريا ولفترة اولية مدتها ثلاثة اشهر وذلك للسماح بايصال المساعدات الانسانية الامم المتحدة من جانبها اعلنت ان الجهود الانسانية تتوسع بسرعة ويجري التخطيط لمزيد من التقييمات لتحديد الاحتياجات ذات الاولوية مثل الالات الثقيلة لازالة الانقاض والامدادات الطبية والمأوى والتدفئة بالاضافة الى المساعدات الغذائية والصرف الصحي الطارئ وتأثر ما يقرب من تسعة ملايين شخص في سوريا بالزلزال المدمر الذي وقع قبل ايام معظمهم في شمال غربي البلاد حيث تضرر اكثر من اربعة واثنين من عشر مليون شخص في حلب وثلاثة ملايين في ادلب كما تضمر او تضرر اكثر من سبعة الاف واربعمائة مبنى الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتاريش كان قد اطلق نداء طارئا لجمع نحو اربعمائة مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وذلك على مدى ثلاثة اشهر مشيرا الى ان المنظمة تعمل ايضا على اطلاق نداء مماثل لمساعدة تركيا منظمة الصحة العالمية من جهتها نقلت عشرات الاطنان من الامدادات الطبية الطارئة جوا والتي يمكن ان تغطي احتياجات مئة الالاف من الاشخاص فيما وفر اليونيسيف مياه الشرب من خلال نقل امدادات طارئة من المياه لالاف النازحين في الملاجئ والاحياء المتضررة في حلب ودعم برنامج الاغذية العالمي وشركائه الالاف من المستفيدين حتى الان بوجبات جاهزة في حلب واللاذقية وطرطوس وحما اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين بحات المسجد الاقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقال شهد عيان ان المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وقاموا بتأدية طقوس تلمدية في بحاته وبالقرب من ابوابه يتي هذا فيما انتشرت شرطة الاحتلال في بحات الاقصى وعند ابوابه وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين على صعيد اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسترائيلي 11 فلسطينيا شمال غربي محافظة الكليل الواقعة جنوب الضفة الغربية يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال الاسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقال ديبلوماسيون انه من المراجح ان يصوت المجلس المكون من 15 عضوا يوم الاثنين المقبل على النص الذي سغطه الامارات بالتنصيق مع الفلسطينيين وعبرت عدة دول في وقت سابق عن قلقهم جراء قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي برئاسة بن يمين نتنياهو السامحة ببناء تسع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة جددت رئيسة البنك المركزي الاوروبية كريستين لاجارد التأكيد على نية المصرف رفع معدلات الفائدة بنصف نقطة مأوية في مارس المقبل وقالت لاجارد ان الضغوط التي تشكلها معدلات تضخم المرتفعة بسبب اسعار الطاقة تدفع البنك المركزي الاوروبي لزيادة معدلات الفائدة مضيفة ان المصرف سينشر خلال اجتماعه المقبل توقعات اقتصادية جديدة تمكن من تقييم المصاري المستقبلي للسياسة النقدية اعلن الجيش الاوكراني ان روسيا اطلقت ستة وثلاثين صاروخا على مناطق متفرقة من البلاد فيما دوت سفارات الانذار في عدة اقاليم وقالت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية لانها تصدت لاكثر من 15 هجوما للقوات الروسية في منطقتين لوجانسك ودونياتسك على الجانب الروسي افادت السلطات ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم بمسيرات اوكرانية واسقطت اثنين فوق البحر في شبه جزيرة القرمة قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ان روسيا فقدت نصف دباباتها الحديثة منذ بداية حربها مع اوكرانيا قبل عام تقريبا وتعمل على تعويضها بينما تستعد كياف الاستلام دبابات حديثة من الغرب وقال المعهد ان موسكو حفظت على سلامة قوتها الجوية الى حد بعيد وقد تنشرها بشكل اكثر فاعلية في المرحلة التالية من الحرب مشيرا الى ان معدلات خسارة فئات الدبابات الروسية الاكثر حداثة اكبر موسكو على الاعتماد على نماذج اقدم تعود للحقبة السوفيتية اعلنت الحكومة الاوكرانية عن تسجيل اكثر من الفي هجوم سايبرانية روسية على السجلات المدنية للمواطنين وانظمة المعلومات في وزارات الخارجية والدفاع والطاقة في اوكرانيا خلال العام الماضي فيما تتصاعد وطيرة المعارك العسكرية الدامية بين روسيا واوكرانيا مع قرب حلول الذكرى السنوية الاولى للحرب يتخذ النزاع بين الجارتين اشكالا اخرى بعيدا عن اصوات انفجارات السواريخ والقاذفات وطلقات المدفعية والرصاص في محاولة من الطرفين لاستغلال كل الاوراق المتاحة لاضعاف عزيمة الاخر ففي جبهة اخرى للصراع كثفت روسيا من هجماتها الالكترونية التي تستهدف القطاعات المدنية الاوكرانية خلال الفترة الاخيرة ضربات متلاحقة قدرتها السلطات الاوكرانية باكثر من الفي هجوم سبراني على السجلات المدنية للمواطنين وانظمة المعلومات في وزارات الخارجية والدفاع والطاقة خلال عام واحد الحكومة الاوكرانية كشفت في احدث تقاريرها الرسمية ان الحرب الالكترونية التي تشنها موسكو تستهدف العديد من الاهداف في الوقت نفسه وهو ما يجعل العدد الفعلي للهجمات الروسية السبرانية اكبر بكثير من المعلن التقرير الاوكراني اوضح ان الروس يحاولون الولوج الى السجلات المدنية وانظمة المعلومات حيث يتم تخزين البيانات الشخصية للمواطنين مشيرا الى ان الكتائب الالكترونية الروسية تستهدف وبشكل مركز قطاع الطاقة وانظمة المعلومات المتعلقة بوزارتي الخارجية والدفاع ورغم ان السلطات الاوكرانية اكدت تصديها لفرق القراصنة الالكترونيين الذين هجموا القطاعات المدنية بشكل مكثف قبل ايام من بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الا انها حذرت من تصاعد وطيرة الهجمات الالكترونية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وزيادة حدتها مع تحقيق القوات الاوكرانية نجاحات مهمة على الارض والحقها بهزائم متلاحقة بالقوات الروسية على حد التصريح الاوكراني وعلى الجبهة الاخرى ما زالت روسيا على موقفها بشأن اتهامات للولايات المتحدة بمساعدة كييف في شن هجمات سيبرانية عليها بأيدي الجيش الالكتروني الاوكراني الذي اسسته واشنطن على حد قول موسكو وقدرت السلطات الروسية زيادة عدد الهجمات على مواقعها الالكترونية خلال عام 2022 باكثر من اربعة اضعاف بالمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 مؤكدة ان معظم الهجمات ما زالت تنطلق من اراضي الولايات المتحدة وبعض بلدان الاتحاد الاوروبي بشكل منصق ضمن مساعي الغرب لهزيمة روسيا رياضيا يواجه فريق فيوتشر نظيره حرس الحدود في الخامسة مساءا في اطار مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدور الممتازة يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 34 نقطة وبفارق الاهداف عن بيراميز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد كما يلتقي بيراميز نظيره امبي في السابعة مساءا ويدخل بيراميز المواجهة بحثا عن الفوز لتأمين الحفاظ على وصفة الدور الممتازة فيما يحتل امبي المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة خدم نشرتنا الاخبارية شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة